السلام عليكم 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 فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ثابت لا يتغير مع الأيام فادع لنا ربك يخرجنا من نبات الأرض طعام من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل فتعجب نبيهم موسى من طلبهم للأدنى وتركهم للأعلى والأفضل وقال لهم متنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة طبعا اهبطوا مصرا ليس مقصود فيها مصر البلد مصرا أي كلمة الأمصار بمعنى المدن أو الواء اهبطوا مصرا أي أي مدينة أي قرية تجدونها تجدون ما اشتهيتم في الحقول والأسواق لأنها متوفرة في كل مكان شيء بسيط هذا ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون الأنخط أحمر احفظوا هذه الكلمة هذه ما يتهمني في كل الموضوع قال ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله خط أحمر يقدمون ماذا؟ اختيارهم على اختيار الله لذلك ركز معي لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس وانصرفوا ورجعوا بغضب الله وانتبحت وواقفنا في عندي الآن قرعنا الآن وانتبحت 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 أتستبدلون الذهي هو أدنى بالذي هو خير لاختياره على اختيار الله. النتيجة حسب النص يلزمه الذلة والهوان. بعيد. رأى عيدها مرتين من العربي ومرتين من الإنجليزي. فلنأخذ لسن بعدين أجيب الأمثلة الواقعية التي نعيش. على مستوى الفردي وعلى مستوى الجمعي. أهم قصة في هذه الأمر أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تفسيرهم يقدمون اختيارهم على اختيار الله. من يفعل هذا تلزمه بالإضافة إلى غضب الله تلزمه في الدنيا عقوبة إيش؟ الذلة والهوان. هوام. 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 نعمل الآن إسقاط وتطبيق على موضوع المستوى الفردي ومستوى الاجتماعي لمن يقدم اختياره على اختيار الله فتناله صفة الذلة والهوان وغضب من الله على مستوى الفردي الله سبحانه وتعالى اختار لي أن لا أشرب إلا من الشراب الطيب وحرم علي أن أشرب الخمر أنا اخترت أن أقدم اختياري وهو شهوتي على اختيار الله فشربت الخمر مدمن شرب الخمر إيش صفته في الدنيا أبسط شيء عمليا في كم نسمع الحمد لله أنا شخصيا لم أبتلى بهذا لكن مما أسمع مشان ما تقولوا موان تعرف حسا لأن بعض الأحيان من كثر ما بقرأ وأجمع معلومات كنتوا بعطي أوصاف دقيقة بقولهم السكران بقولوا لي موان يعرفت كل الأخبار هاي كلها قلت وإيش يعني مشان أعرف لازم أكون سكران يعني بصدروري بقرأ أو بأشوف بس مع الناس نسكين لي يعني لدرجة كنت أقولهم مثلا الفوتكا والكوني ياكم إيش 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 وين بعرفك شبهم بتاع بقرأ عملي إيش ما نبعرف المهم فكم نسمع عن سكران يرجع إلى بيته ثم يتبول على نفسه أمام صبيانه كم كم شخص وهو سكران يستفرغ على نفسه في جلسة عامة أمام الناس وين فضح كم نسمع عن شخص وهو سكران يأتي ويفعل من الأضاحيك ويضحك عليه الكبار والصغار وهو لا يدري وحينما يستيقظ يقال له فعلت وفعلت يقول يا ربي يا ويلة ذل أو هوان أو لا ذل أو هوان أو لا هذا المثال مثال بسيط أبدأ أنا بالفردي بعد ذي أروح لل جمعي أه I gave one example about the concert what is the lesson the lesson if you decide to prefer your choice upon God's choice the end result in this day of life something will be stuck with you this something is humiliation and cheapness it will be stuck it will be as if it's my attribute I will be so cheap in the eyes of the people and I will be humiliated by default so I gave one example on an individual level this example was drinking alcohol Allah decided to me not to drink any alcoholic drinks and gave me طيبات thousands of other liquids and drinks I can drink the juice of hundreds of different type of fruits don't drink the alcoholic things don't if I decided to keep drinking as a drunk what could I be doing in my daily life I was telling them how many times we hear that a drunk person is urinating on himself in front of his children at home and he comes back from the pub or from the bar how many times he can't control his muscles he's not aware of what he's doing next day he will be told that you did he will feel what shame and guilty I wish if I did ok but you did it you became so small and died of your children what if if I came as a drunk person and I hit my wife without any reason and she's crying now and she feels very bad ok I don't care you mean what I don't mean why did you decide to drink now the end result I might make a car accident I might kill someone I might make a big damage for the car for myself for my body for the others the end result the end result I'm not humiliating myself I'm making myself so cheap in the eyes of everyone because I will keep begging the others please forgive me please fix this please please why why should I put myself in this please simply very clear Allah's choice don't let alcohol enter inside your body don't drink it I decided to put my choice instead of God's choice one two second example if I'm not mistaken I remember part of the hadith العربي ويذهب إلى اللحم النيئ العفن فقال إيه جبريل من هذا؟ قال هذا الرجل يرزقه الله زوجة بالحلال ويذهب للزنا بالحراب لاحظوا؟ لذلك أخرى نفس الانتفاج والمعراج الآن أخير من لقد قلت أنني لم أخطأ بمعرفة أنه رحلة محمد صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى الأقصى ثم كان يصبح الأسسنة إلى المنزل في ذلك المنزل الله سبحانه وتعالى مستطل إلى أن يرى أحد المنزل ما سيحدث في المنزل أحد المنزل ما الذي كان يتعلم في هذا المنزل بسيطة أنه يمكن أن يرى أحد المنزل من أحد المنزل الذين ستفعلوا بعض الأشياء أحد المنزل فهذا يرى المنزل فهذا يرى أحد المنزل من أحد المنزل من أحد المنزل هو حيوش جديد جديد وتعالى يشبه كما أنه يحضر وتعالى كما تسمعه المنزل رفت محمد صلى الله عليه وسلم أسأل جبريل أسلام الأرخانجل جبريل أسأله قال جبريل من هذا هذا هو من أممك الذي كان لديه بسرعة الله لتعطيه لتعطيه في حلال في طريق في طريق وقد اتركها وقد كان تحطيه سرعة الله بسرعة بسرعة وفرنكات بسرعة بسرعة رفت محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو أسأله لا تتعطيك أو لا تتعطي لتعطيك بسرعة بسرعة واحد وقط واحد طريق وهي مرحة لذلك لقد اتركت اختيار الله أسأله 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 حرام كما نقل يسمية Gente ويرى مباشرة اotن ي diagnostic المسکل الضغط مثل اعتصال ماهي النظام الجيد بالنسبة على 80 dysfunction الحقيقي عقيا أن الشخص يأجب المرحلة التي ينسبتỏ على خلال الر lingui أولاً بنفسك لوriel لدع ستواحي وجب الليمون ternatus أولاً عقل المرحلة المرحلة avingك والأعنى معي لقد قد لم يخطي محذر وتعالى غير محذر أفعلهم تطول الجنوب في هذا المستحيل مايقص بيث المسلمين والعربين من الحالة العربة اتحدى الكلام للغاية العربين والعربيين الذين هما الأمر إلى المحذر من هذا العرب لو أعلم بعض الأمر ونحن نتحدث الكثير من الأشياء، مثل شخص في المدرسة عربية، كان يجب أن يكون مدرسة مسلمين، وعنده يوجد مدرسة بسيطة عطاة. يذهب إلى هنا لتعطي بعض منه بلد. يقومون بسيطة قريبًا قبل أن يطلب المدرسة بلد. تطلب المدرسة بلد؟ تطلب المدرسة. تطلب المدرسة. تطلب المدرسة بلد. قبل أن تقوم بالحل المتعفل، يتقدم اتخاب الموضوع يتفتح الأسبوع، يتجب أنه يستخدم الأطفال يقول، استقرار، نستطيع أن نستطيع فالسفل، فالسفل، فلنصف؟ فلنصف، فلنصف؟ فلنصف، 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 فلنصف حظم إلى العدل، بلنصف، فلنصف، فلنصف؟ هل هذا مجرد؟ في مصنع العرب أردتها أين تأخذ هذه الأمر؟ ما تقوم بها؟ ما يحدث؟ الآن بعض الناس عندما يتحرك ، تتحرك من الناس بعض الناس بعض الناس يمكنهم تقوم بحاجة تقتلهم بعض الناس بعض الناس فهي المتالي سيكون تركه منها منها أمسكة سوف تتحرك أولاده لأنه سوف تتحرك المحب لأنه سوف تتحرك المحب من القبلي أو لا؟ أنا أعطي المثال الآخر بشكل سريع جدا حكيته بالإنجليز قبل العربي أعطي المثال على اه انا كامل الموضوع حكايته بالعربي لنصت بالانجليزي خربطت هسا. شو اخر ايش حكايته بالانجليزي? بس مثال ايدز. اه? اه 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 الله مصالح سيدنا محمد. اله الا الله. يحرك شيطانا لغتينه في كاسا. يخشوا عندهم بعض جواهي كده. فاخر مثال حكايته اللي هو والتباثل على سبيل المثال. مثلا الشخص اللي برتكب هذا الامر على موضوع كيف يصاد بالذلة والصغار اللي برتكب. وبفضل هذا الامر مثلا بعض الدول العربية الاسلامية وخاصة اللي عندهم فلوس اكثر يتجرؤون ونسمع قصص يعني مش انا وحيد اللي بقرة ولا انت وحيد اللي بسمع كلكو تقرأ و تدخل و تسمع قصص يشيبوا لها الولدان. بطلع وبنبسط بالحرام شرقا و غربا للبلد الفلانية والبلد الفلانية و يمارس ما يمارس حتى انه مستور. بيجي قدرا ويا ما اسمعنا القصص و تقصيصا هاي القصص هي علقت في رأسي. اخ له صار في حادث سيارة بينهم نقل دم سريع جدا. افحص انه ما بيسير اش. فبلشت الفضيحة. لانه ما بيسير تاخد دم. ليش ما بيسير? عندك البرد الفلانية. ما بين الفضيحة والخوف والذلة والصغار و ربما الانتحار او الاحتفاء من الحياة و الاخير. اوكي. هو الان موطن شاهد عندي ايش? الله اختار له الحلال. له اختار لنفسه هذا الحرام. النتيجة ذلة وهوان وصغار وان لم يتب توبة النصوحة لسه عندنا يوم القيامة وباقوا بغضبين من الله. فهوان موطن الشاهد الاساسي. طي. الان بالعشر دقائق متبقية. الان اخذنا ايه؟ عالليفل العالمين. عالليفل الامستوى الفردي. ناخد اعم مستوى الجمعي بشكل ما بنقققوا بالتفاصيل. انو التفاصيل قد تاخد I will be moving from the individual level to the community or nation level I did mention part of it دعني أحكي بالعرب أولا ما أنسى ذكرت جزء منها أنا قبل فترة ورح أكرر وأذكر إن شاء الله كمان مرة ربنا سبحانه وتعالى أكرم العرب والمسلمين وتخصيصا العرب من المسلمين بأنهم يملكون لغة القرآن وأعطاهم الدين بعد سقوط الخلافة العثمانية كثير من العرب أين توجهوا لاحظوا الله أعطاهم الدين والفكر والسيستم والنظام ليحكموا أنفسهم وليكونوا قادة للعالم ويحلوا مشاكل البشرية عمليا ماذا اختاروا قومية عروبة ماركسية بعثية وطنية كل ياتهم ابحث طلع سمي أي بلدين تشاء ما بين عيمانية ما بين عيمة أو وطنية أو قومية أو عروبة الإسلام وين كان ترتيبه في الحياة إن ذكر طبعا معايتو؟ طب النتيجة في أحد يشك الآن على أنه بالنسبية هناك أمة يقام بإذلالها أكثر من العرب المسلمين الآن؟ سؤال أنا بحكي إيش؟ وباءه وقبلها شو قلنا؟ ضربت وانا البيدي ضربت عليهم والفلة والمسكنة وباءه بغضب خلينا أخذ دارس إحنا كمجموع أمة مضمنا اختار بعثية قومية وطنية عروبة مش عارب كده إيه للأخير والإسلام نحط على الرف لحد ما يعني تونس على سبيل المثال لما نسمع فيكم الحبيب برقيبة وصل لمرحلة بالقانون علناً حرم الصيام والحجاب إنسى أنه من تحت السجادة يحرم علناً بل قانون منوع الصوب ومنوع الحجاب طبعاً مثال تركيا شو صار فيها؟ تحريم اللغة العربية وتحريم اللباس الشرعي وتحريم الأذان وتحريم 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 هؤلاء أولاً يكونوا أصلاً مسلمين لكن أنا بدي الأمة العربية بشكل خاص أكثر فانظروا ماذا؟ طلعوا على بلادنا العراق سوريا فلسطين مصر مرين؟ عبد الناصر عبد الناصر بين روسيا وبين أمريكا بين الشرعية وبين الرأس مالية الإمبريالية الإسلام وإندورو بالموالد بعض الحركات الصوفية عند الأضرحة كذلك الأخير هي نايس الأزهر ماذا قاموا فيه؟ تعرفون أن الأزهر كان يصنف على أنه أغنى مؤسسة دينية على كوكب الأرض بالأوقاف التي كانت عنده الأزهر الأزهر كان أقوى من أقوى دولة في العالم أقاف من أقصى شرق ماليزيا وأندونيسيا لأغرب الأرض أقاف الأزهر خانوية الأزهرية شو صارتها فيها كلها؟ أمبت ضربت ذهبت قلتها راحت فكمثال الله أعطانا طبعا برجع مش حددنا وقلنا إذا جاءت العقوبة تأتي على الصالح وعلى تذكرت القوانين لا لو واحد يحسأل طب المساكين دير بالك القانون معروف تأتي العقوبة تضرب الكل ويتبعثونا على نياتهم من الطيبون والباقون يبتدئ جهنم منسبة لهم فأنا الآن the example that I gave I was giving the specific example with Arabs in specific after the collapse of the لا إله إلا الله صوت الأطفال الله يسامحهم ترى بش عاف أركز من الصوت الله عم بحاول عم بحاول بس والله يا بامر بتكسب فيه أجر إذا بتقدر اللهم مصلي على سيدنا محمد كاني رو معد بي وتبسنك ففكرة أنا أنتو مش شايفين أنا شايفه أنتو كلكم عم تطلع علي هون أنا أمامي حرب سياح والخبوت والقنابل وعطو ضرب وبوض الحقو الصوت واصلني والصور أمامي فأنا مش عاربكز أواتمر المحتاج أواتمر المسايح großer sweepöttو المحتاج أنا نعم أعطينا بشكل مفيد من أخرى احياننا محبوظة أو لا ما أخذهم في المهمة كما أخذهم في المهمة أخذهم شيئا قريباً من الإسلام مثل مثل ماتراليزم ماتراليزم وماتراليزم وماتراليزم أعطينا مثل في تونسيا حسنًا الحمد لله كانت تغيير الآن بعد الارب القيب لكنني أتذكر عندما كنت جداً أنهم نتحدث عن الحبيب بور قيبا أحيانًا أحيانًا حيانًا وحيانًا وحيانًا لا نعرف ما نعرف ما نعرف في ذلك الوقت الحبيب بور قيبا أحيانًا هزب كارا أبناء من الأساس أحيانًا أو أعبات أحيانًا مختلفة أو سيكولار أحيانًا هل يمكننا أن نرى حيانًا وعنة مجردية في المنطقة من الكاتب لأننا في كل شيء من الأرض أكبر أكبر. أعني أعني ما هينا نظري الآن؟ The people are laughing at us, by the way. I mean, politically, can't we say that others, they are look down at us? Can we claim otherwise? No, it's very clear. No power, no prestige, no one cares. And I think one of the blessings to show this clearly to us دونالد ترمب والله I'm not joking I consider Donald Trump a good gift to let us realize the reality because before Donald Trump they were just decorating what happens Donald Trump bluntly clearly well by the way Donald Trump is the best president in terms of telling us the reality to be honest to be honest this is how this is our value in his eyes and his demonstration eyes which is what? zero does he care? when he speaks about Arabs? am I exaggerating? do you watch the social media? does he have any kind of respect for Arabs? what Allah says subhanahu wa ta'ala ضريبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله let me finish with something very very simple now when I speak about for example the very extreme secularism and materialism the core point of what was ourroom point is theMovol كامل للدين عمليا طيب تم إخراج الدين بمعنى تم إخراج الله من المعادلة طيب من الذي يضع الحكم الآن بدل الله مجموعة من الشعب فعمليا أنا شو اللي عملته شلت اختيار الله ووضعت اختيار العبد واختيار الشخصي بلالله شو اللي كنت أقربها بشوي وفي الأخير في حدا عم بحكم إلا ما فيه بالأخير في حدا عم بيضع الأحكام إلا ما فيه شو الفرق شلنا الله حطينا بعض من عبيد الله بس فاستبدلنا الذي هو خير بالذي هو أدنى خلاصة فلسفة الفكر المادي والتطرف العلماني بس هاي هاي كل بوينة العقديية موصلات طيب العنة الإنجليزة أنا أقول الفنش بوينة العظيم parameter أو بمجرد أو المنظر أو المنظر أو المنظر أو المنظر أو موصلة أو حريبة من المرسومات لذا أغلقنا الله بديهم بمشارة من المنظر بديهم عندما لدينا دفعات ونحن نفهم ونحن نفهم أن الإختارة الله لنا هو أسأل الله سبحانه وتعالى أندي أغفرنا ويرحمنا ويتقبل منا أقول لقلبي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته